أردت أن أحدثكم بسرعة عن شخص يعرفه الكثيرون خاصة ممن يتابعون بعض البرامج ربما بعض البرامج الدينية بعض البرامج الإمارات وبعض القنوات وهو المدعو كانوا أيضا جابوه للجزائر لكن جابوه محمد مقدم صاحب قناة العار جابوه أكثر من مرة وهو المدعو هذا اللي يسموه شيخ يوسف وسيم يوسف وهو في الأصل أردني ولكنه تجنس بالجنسية الإماراتية وأصبح عصى في أيدي حكام الإمارات لضرب كل علماء الدين ولضرب كل من يعترض على أنظمة الحكم طبعا مش الإماراتيين فقط كل أنظمة الحكم في أي مكان كل علماء كل حقوقيين نساء تقريبا لم يسلم واحد من هذا وسيم يوسف اللي كان كانوا أمراء الإمارات عطينه برامج تلفزيونية وحوارات وفتحينه كل شيء قصر بطبيعة الحال خدم حشم سيارات سواقين وأجل رهيب فقط لكي يجو يشتم يأسب ما يترك ولا واحد بل أنه وصل حتى إلى صحيح البخاري وإلى صحابة المهم ما كانت تمليه عليه المخابرات الإماراتية ينطق به يوميا اليوم كانوا قبل فترة ربما ذكرتها لكم أيضا هنا كانوا قالوا كانوا سحبوا منه البرنامج وقالوا من أنه ارتكب أخطاء ومن أنه ومنه سيحاكم اليوم صدر هذا الخبر ليس رسمي بعد لكن من بعض الإماراتيين المقربين من الأوضاع والعارفين بالأوضاع يقولون بأنه صدر حكم بخمس سنوات سجن منها أربعة معوقف التنفيذ وسنة نافذة ضده وغرامة مالية تزيد عن مئة ألف دولار مئة ألف دولار بالنسبة له ليست شيء متعود يأخذ مئات الألاف من الدولارات من المشايخ ربما وصلت طروت الآن لعدة ملايين من الدولارات لكن القضية هي هذا السقوط هذا السقوط المريع وهو الذي خدم سفهاء الإمارات ومعهم كثير من سفهاء الحكام في المنطقة العربية بلا حدود كما قلت كان أنيس رحماني يجيبه الجزائر باش يقدس بوتفليق ويقدس النظام وطبعا النظام يفرح بهؤلاء المشايخ هذولهم المشايخ اللي يحبوهم مشايخ وإن كما قال آه أحدهم قال لك رحم وصلونا إلى درجة طبعا في إضافة إلى حديث رصالي سلم وضيفت لها وإن ضرب ظهرك أو أخذ مالك فقال أحد كثير من الناس يقولوا حتى وإن هتك عرضك يعني وصلوا هؤلاء المداخلة في تقديس الحكام بشيء خمس بوق لم يسبق في تاريخ المسلمين صحيح كانت هناك المرجئة كان هناك عبر التاريخ كان هناك دائما من يقدس الحاكم لكن لم يصلوا إلى هذا الحد بحيث أن حكام معروف عليهم الخيانة معروف عليهم النهب معروف عليهم القتل معروف عليهم الكذب معروف عليهم أشياء رهيبة ضد الأوطان وضد الشعوب وضد الناس يصبح تقديسهم أكثر من أي شيء آخر يعني تقديسهم أحيانا يتجاوز تقديس الأنبياء برغم أن في الإسلام لا يقدس أحد إلا الله إذن سقوط مريع وهذا ليس كل الناس اللي يعرفوا طبايع الاستبداد وطبايع الحكام الظالمين يعرفوا أن الذي يتقرب منهم كثيرا الذي يمدحهم كثيرا الذي يصل إلى هذا الحد من الركوع وإخضاع البشر لهم في النهاية يدفعوه ثمن يدفعوه ثمن لأنهم سيطلبون منه وسيطلبون منه وسيطلبون منه وفي الآخير يجب أن يعاقب حتى لا يتصور أن له ولو ذرة عند الناس ولو ذرة من الاحترام يذلونها الإذلال الشامل لذلك يفضل كثير من الأحرار علماء، أطباد، أكاثرة، حقوقيين، ناس بسطة ناس يفضلون الموت على أن يتذللون لحاكم لكن اللي نفسه طهاء طبيعا تذلل، تخضوع، تعركون بعبارة درجة، تعرخص، حتى ولو كان يكون بعيد آلاف الكيلومترات على الحاكم أو على الجنرالات يتذلل لهم ويصفهم بأوصاف ليست فيهم يعني هما عبارة عن كمشا من الناس متقاتلين، متضربين، سرقين، نهبين يقدموهم مرات الذباب، الذباب المخفي والذباب الحقيقي لكي الناس في الخارج هما ذباب، كانوا ينفخوا في قيدي هذا يقول لك حافظ الستين، ما نشعار في الآخر اليوم الناس، الناس باش يتمسخروا بيهم يعني استهزاءا يقول لهم هذا راشد يشحال حافظ المية وعشرين يمكن يعني وحافظ ربما كل كتب السنة والسيرة لأنهم يعتقدون أنه بالدين يخادعون البساطة هذه هي قضية أنفس، الأنفس الكريمة العزيزة تعرض عليها الدنيا فتتركها من أجل الكلمات الحق والأنفس الذليلة لا يعرض عليها حتى الفوتات، ولكنها تتقرب يعني مثل يمرد، تروح حبواً، المهم للحاكم المهم راح جنرال أو راح وزير أو راح رئيس أو يا سفح موسيقى 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 شكرا